اشتركوا في القناة ابدا القوات المسلحة المصرية الحصن والسنن بناء على توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لابناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الاساسية للمواطنين وفي هذا الاطار اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الاجراءات والتدابير لتنفيذ توجهات السيد رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة حيث تفقد الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة شركة النصر للكيمويات الوسيطة بمنطقة ابو رواش وذلك ضمن اعمال المتابعة المستمرة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية الشركة لامداد كافة اجهزة القوات المسلحة والسوق المحلي وقطاعات المجتمع المدني بمختلف مواد التعقيم والتطهير حيث تابع رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاجراءات المتخذة من جانب ادارة الشركة وتأكد من جاهزيتها وقدراتها على تنفيذ كافة المهام لانتاج مواد ومحليل التطهير والتعقيم التي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقا للمواصفات العالمية بما يوفر المناخ الامن والصحي من خلال القيام باعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة فضلا عن متابعة احدث الوسائل العلمية وآلية العمل لمواكبة اعمال الوقاية والتطهير التي تنتهجها المؤسسات العالمية في ذلك المجال للحد من انتشار الفيروس بالاضافة الى الاطمئنان على توفير المخزون الاستراتيجي للمواد والمحليل المستخدمة في اعمال التطهير والتعقيم والتي نصت عليها قواعد منظمة الصحة العالمية وتمتاز بخصائصها الامنة اضافة الى انها ستغطي كافة الاحتياجات لضمان مجابهة الازمة الحالية احنا الحمد لله رب العالمين بنكرس الجهد وبنضاعفه ان احنا نزود انتاجنا ونضاعف الكمية المنتجة حاليا لاستخدامها لمعاونة اجهزة وقطاعات الدولة المختلفة قامت شركة النصر للكيمويات الوسيطة بزيادة انتاجها من الكيمويات التي تنتجها داخل الشركة لصالح اغراض التطهير والتعقيم وفي سياق متصل استفط عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع بها الى السوق المحلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا الحقيقة كنا بندور على المنتجات اللي فيها كحول او المنتجات المعاقمة كان في استغلال الفترة اللي فاتت كبيرة جدا كنا بنشتري المنتج اعلى من سعره في الفترة دي النهاردة لقينا في عربيات خاصة بالقوات المسلحة موجودة في المنطقات فانزلنا عشان نشتري المعاقمات لقينا في كميات متوفرة كتيرة جدا ولقينا الاسعار مناسبة جدا وما فيش الحقيقة زحمة لان الخدمة متقدمة بشكل منظم جدا نشكر قوات المسلحة منها يعني دايما وقفة مع الناس وقفة مع الشعب وبتقدم لهم اي حاجات ممكن نصف السوق وبتمنع استغلال التجار حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحليل التي تستخدم في اعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التي تلبي مطالب الاسرة المصرية باسعار مناسبة والتي شاهدت اقبالا متزايدا من المواطنين وذلك من خلال منافذ بيع جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالاسواق لكافة فئات الشعب على مستوى جميع محافظات الجمهورية وذلك في اطار القضاء على الممارسات الاحتكارية حاجة انا كنتش متوقع بالاسعار دية كنتش متوقع بالجودة دية حاجات متوفرة وموجودة الكلور دوت في اماكن كتش لا مش عايزة اقول اسماء غالي جدا جدا هنا الاسعار حلوة قوي ومتواجد في كل حاجة غير من البداية اصلا وانت داخل اللي بيقس لك حرارتك بيتعامل معاك بتعامل حاجة استندرد مش موجودة حتى في بلاد اوروبا يأتي ذلك ضمن الاجراءات المتواصلة من القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم اجهزة الدولة المختلفة ولضمان توفير صبت الوقاية وكافة المتطلبات الاساسية ورفع العب عن كاهل الشعب المصري